مبنى برسم البيع للدروز فقط، موقف للموارنة فقط، أو طبيب متخصص بالمسلمين السنة. هل تذكرون حملة اللوحات الإعلانية هذه التي حملت صوراً خيالية عن القباحة التي قد يصل إليها مجتمعنا إذا استمر في نهجه الطائفي؟ هذه الصور الخيالية باتت حقيقة. إعلان يطلب امرأة مسيحية لوظيفة مصمم جرافيكس وماركتينج نشر عبر الإنترنت يوم الثلاثاء. شركة خاصة في بيروت حددت الطائفة كشرط من شروط توظيفها لهذا المنصب، وذكرت بين قوسين أنها تحترم كل الأديان. دستور بمقدمته بيكرس مبدأ المساوية بين المواطنين وبيحذر التمييز بينهم. الأهم من هيك أنه كمان بمقدمت الدستور الأعلان العالمي لحول الإنسان والمواثيق للأمم المتحدة صاروا جزء من الدستور اللبناني وبالتالي جزء من التشريع اللبناني. وهذا بيعني أنه الأوانين المحلية لازم تلتزم بهول المواثيق والمبادئ. المشكلة بما يخص هذا النشر أنه بأنون العقوبات بعد ما فيه نص واضح بيجرم التمييز على أساس الدين، على أساس الجنس، على أساس العرق، على أساس الانتماء الاجتماعي، أتسترى. الإعلان لا يحدد اسم الشركة التي نشرت. حاولت للبي سي آي الاتصال بالموقع الإلكتروني الذي وضع الإعلان وعاد وأزاله، ولكن لم تلقى جواباً. وبانتظار تعديل قانون العقوبات، يبقى السؤال كيف نحمي مجتمعنا من هذا المستوى من التمييز والوقاحة الطائفية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر